السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله باذن الله النهاردة معدنا مع فيديو جديد من فيديوهات اللغة الانجليزية طلبة الصف في السيرس الابتدائي ومكملين مع بعض شرح منها كنكت وباذن الله رب العالمين النهاردة هنكمل مع بعض الوحدة السبعة يونت سيفن اللي بدأناها المرة اللي فاتت اتمنى اللي احنا نكون ذكرنا الفيديو اللي فات كويس جدا 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 قبل ما نبدأ في الفيديو بتاع النهاردة بس في البداية يا ريت لو ما اشتركتش في القناة انزل دلوقتي دوس على سيرسكرايب اللي موجودة تحت الفيديو وكمان دوس على اختيار الكل عشان يوصلك اشعار باي فيديو انا زيله اول حاجة هنبدأ بيها النهاردة المحادثة ومحادثتنا النهاردة دارت بين مجموعة من المصريين او اطفال مصريين وما بين اطفال صينيين تشينيز تعالوا نقرأ مع بعض المحادثة ونعرف ايه المطلوب مننا بالزبط اللي احنا نعرفه تعالوا نترجم كلمة كلمة معناها هذا يكون وده يعتبر اسم اشارة بس تخدمه عشان تكلم على اسم مفرد حاجة مفردة فانا هتكلم على منزل مفرد فبالتالي استخدمت فقلت هذا يكون منزل طب المنزل ده منزل مين فاذرز فريند فاذر لوحدها معناها اب وفريند لوحدها معناها صديق طب ايه مثل الاس دي الاس دي هي اس الملكية بتخلي الاسم اللي هيجي بعدها ملك الاسم اللي جاي قبلها يعني كلمة فريند معناها صديق وفاذر معناها اب يبقى صديق ابي فهمنا ازاي؟ يبقى هذا منزل صديق ابي طب صديق ابي ده اسمه ايه؟ اسمه ميستر وان ميستر وان مين يا ميس وان دون رقم واحد هقولك لأ هو الراجل دون اسمه وان وده يعتبر اسم صيني النهار ده هتسمع كده اسماء صينية اول مرة تسمع عنها او هتبقى بالنسبة لك كده حاجة غريبة فحاول اللي انت تتعود عليها مش هقولك محمد مش هقولك سلمة مش هقولك فريدة لا هقولك كده اسماء ملعبك شوية وهي دي اسماء ايه؟ صينية يبقى صديق ابي ده اسمه ايه؟ مرافو عليكم اسمه ميستر وان هير ار هيز تشيلدرن يعني دول اولاده لو خدتوا بالكم ان هيز صفة ملكية دفقنا وقلنا كتير اول ما تقابل صفة الملكية دي ترجم الاسم اللي هيجي بعدها كلمة تشيلدرن معناها اطفال طب هيز تشيلدرن معناها ايه؟ اطفاله بتروح كده نزود حرف الهاء لو لقيت مثلا هير زود هيه الف اطفالها لو لقيت مثلا هير هتزود هيه ميم هتبقى اطفالهم وهكذا وإحنا شرحنا قبل كده درس صفات الملكية فبيقولك يعني دول اولاده اسماءهم اسماء اولاده يعني مين يا مثل يوي وزنجمن دول ما نلسه ايلالك اسماء اولاده وهي اسماء صينية عشان كده هي بالنسبة لك اسماء تعتبر غريبة واول مرة تسمع عنها لو خدتوا بالكم برضو انا هنا قلت ار ما قلتش از ليه؟ اني بتكلم على اسماء جمعة مش اسم واحد فبالتالي قلت their names اسماءهم ار تكون ليوي وزنجمن ليوي وزنجمن اوكي يبقى اول حاجة بيعرفنا ان دول منزل السيد وان واولاده اسمهم ليوي وزنجمن هنا زملتنا اميرة حبت ان هي ترحب بيهم فبتقولهم hello مرحبا ليوي وزنجمن ردت عليها بتلها hello مرحبا ردت عليها بنفس التحية اللي هي حيتها بيها وهنا زملنا هاني بدأ يسألهم عن البلد بتاعتهم هو طبعا شايف ان هما كده اشكالهم مش مصريين فحابب ان هو يعرف الجنسية بتاعتهم ايه او البلد بتاعتهم ايه فقال لهم where are you from where are you from where are you from طبعا السؤال دوان لو تفتكروا احنا خدناه الفيديو اللي فات يعني ايه where are you from يعني من اين انتم يعني انتم بلدكم ايه رد عليها زملنا وقال له where from china we are chinese لو خدتوا بلكم هنا عشان اتكلم على البلد اللي انا عايشة فيها هيبقى ترتيب الجملة كالتالي ده بالفاعل او السابجيكت وبعد كده بحط الفرب تو بي المناسب مع الفاعل فطبعا هنا الفاعل وي الفرب تو بي المناسب اللي هو are وبعد كده بحط كلمة from اللي هي معناها من وبعد كده بحط اسم الدولة سواء بقى china فرانس ايجيبت واريفر بحط اسم الدولة اللي انا منها فقال له where from china طب ايه ميس where دي ما هي where دي اللي هي اختصار لوي are شلت الايه من كلمة are وحطت مكانها apostrophe فبدال ما هي we are اختصرناها في النطق فبقت where فازميلا هنا رد عليه وقال له where from china احنا من الصين where chinese ودي الجملة التانية اللي احنا برضو تكلمنا عليها المرة اللي فاتت اللي هي الجملة اللي بنقول فيها الجنسية برضو بنبدأ بالفاعل وبعد كده الverb تو بي سواء بقى am او is او are وبعد كده الجنسية وطبعا هنا ما فيش كلمة from from بنحطها مع اسم الدولة لكن في الجنسية مش بنحط from فقال له we are chinese احنا صينيين ورجع بعد كده زمننا سألوا نفس السؤال ايش معنى انت بتسألني عن بلدي انا كمان هسألك عن بلدك فقال له where are you from where are you from وانت بقى بلدك ايه قد عليه هنا زمننا هاني وقال له where from egypt احنا من مصر we are egyptian احنا مصريين نفس الكلام دي الجملة اللي بنتكلم فيها على اسم البلد بدأنا بالsubject الverb to be from وبعد كده اسم الدولة ودي الجملة اللي بنتكلم فيها على الجنسية بدأنا بالsubject وبعد كده الverb to be وبعد كده الجنسية طبعا لو ذكرنا الفيديو اللي فات فبالنسبة لك المحادثة دي سهلة جدا 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 عشان كده انا فضلت لانا اخلي المحادثة في الفيديو دوا عشان نكون ذكرنا الفيديو اللي فات عشان لما نيجي النهاردة نقرأ المحادسة يبقى الموضوع بالنسبة لنا سهل وبسيط وعارفين كل أفكاره والأسئلة اللي فيه رد هنا زملنا يوسف وقال لهم Welcome to Egypt Welcome to Egypt يعني مرحبا بكم في مصر لما تحب ترحب بحد إنه هو موجود في بلدك فهتقول له Welcome to وتروح حاطة اسم البلد بتاعتك فإحنا هنا عايشين في مصر فهنقول له Welcome to Egypt مرحبا بكم في مصر وهنا زملنا الصيني شكر وقال له Thank you شكرا I am happy to be here I am happy يعني أنا سعيد to be here بوجودي هنا يعني أنا مبسوط إلا أنا موجود هنا في مصر ودلوقتي هنبدأ مع بعض في listen to أو الدرس التاني الدرس التاني أول حاجة بنبدأ فيه بمجموعة من الwords أو الكلمات أول كلمة معايا هي كلمة coffee ومعناها أهوى خلوا بالكم إنه سي هنا بتتنطق ك coffee تي معناها شاي تي كلمة fortune cookies معناها بسكويت الحظ بسكويت الحظ هو نوع من أنواع البسكويت اللي موجود فيه الصين البسكويت بيبقى جواها ورقة صغيرة الورقة دي بيبقى موجود فيها رسالة بتعبر عن صاحب الكعكة أو صاحب البسكوتة دي يعني باخد البسكوتة بتاعدي وبفتحها بلاقي جواها ورقة صغيرة والورقة دي فيها جملة بتعبر عن الحظ بتاعي وده نوع من أنواع البسكويت اللي موجود زي ما قلنا فين في الصين اسمه ايه؟ برافو عليكم fortune cookies خلوا بالكم إن كلمة cookies هي كلمة جمعة ومعناها طبعا بسكويت مفردها cookie بسكويت بسكوتة بس لو قلت cookie يبقى لازم أحط قبليها أداة النكرة بسكويت 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 بس فهقول ايه؟ أكوكي لكن طالما جمعتها بقت cookies في الحالة دي مش هحط قبليها أداة من أدوات النكرة يبقى أكوكي بسكويت 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 بعد كده عندي كلمة كيك ومعناها كيكا وخذناها كتير برضو قبل كده وحرف سي هنا إطنطق ايه؟ كا لو خدتوا بالكم إن أنا عندي كلمتين يعتبروا من المشروبات الكافي والتي وعندي كلمتين يعتبروا من الحاجات اللي بتتاكل المأكولات زي fortune cookies و طيب ايه ميس المطلوب مني اللي انا اعرفه في الجزئية دي مطلوب منك اللي انت تراجع على verb to have اللي انت كنت واخده السنة اللي فاتت لو تفتكر ان verb to have معناه يملك او يتناول ممكن يمشي المعنى ده وممكن يمشي المعنى ده طب يا ميس امتى يبقى معناه يملك وامتى معناه يبقى يتناول قولناها كتير قبل كده بنعرفها من خلال صياق الجملة من خلال فهمك للجملة يعني مثلا لو قلتلك i have a flower يبقى هنا have معناها يملك يعني انا املك وردة او انا عندي وردة طبعا معناها عمره ما هيمشي يتناول مش هينفع اقول انا اتناول وردة فبالتالي اكيد اكيد معناها يملك انا املك وردة لكن مثلا لو قلتلك i have cookies يبقى معناها ايه برافو عليكم اتناول انا اتناول بس كويت وبالتالي المعنى باعرفه من خلال صياق الجملة ممكن اقولك مثلا she has a cup of tea she هي has تتناول a cup of tea كوب من الشاي يعني هي بتشرب كوباية شاي خلوا بالكم ان هاذ لما بيكون معناها يتناول يتناول دي ممكن تمشي اللتنين ياكل ويشرب يعني ممكن تيجي مع المأكلات وممكن تيجي مع المشروبات تمشي مع اللتنين سمع حد بيقول لي طب لياميس انت شلتي have اللي كنتي ايلاها في الجملتين اللي فاتوا وحطيتي مكانهم هاذ هقولك ايه انت كده انسيت لو تفتكر وقلنا اللي احنا مش دايما بنقول have احنا احيانا بنقول هاذ طب امت بقول have وامت بقول هاذ بناء على ال subject او الفاعل لو الفاعل اللي عندك i, you, we, they او اي اسم جمعة a plural noun في الحالة دي هستخدم have ولو الفاعل اللي عندك he او she او it او اي اسم مفرد a singular noun في الحالة دي هستخدم has يبقى انا مش دايما هستخدم have وفي نفس الوقت مش دايما هستخدم has بغيرهم وببدل فيهم على حسب الايه الفاعل لكن اللي اتنين معناهم يملك واللي اتنين معناهم يتناول وزي ما قلنا يتناول يعني ياكل او يشرب فممكن اقول i have coffee انا بشرب اهوة او انا بتناول اهوة ممكن اقول i have cake انا بتناول كيك او انا بأكل كيك وهكذا بعد كده عندي كلمة address ومعناها فستان ولو خدتوا بالكم dress عشان مفرد حطينا قبليها اداة النكرة فقلت address كلمة بانطلون معناها trousers trousers خدتوا بالكم ان كلمة trousers مجاش قبليها اداة النكرة يعني ما قلتش a trousers هزليها قعدة هقول لك اه وبرضو خدناها استنى اللي فاتت لو تفتكر معايا ان احنا قلنا في بعض الملابس بنعملها معاملة الجامع بالرغم كده ان شكلها يبان لك ان هي مفرد لكن هي في الحقيقة جامع طب ليه عشان هي بتتكون من زوجين سواء الزوجين دول متصلين ببعض يعني لازقين في بعض او منفصلين يعني بوعاد عن بعض يعني مثلا كلمة trousers بانطلون بيتكون من فردتين وبالتالي انا هعمله معاملة الجامع فمش هقول a trousers هقول trousers بس مثلا كلمة pants بانطلون نفس الكلام بيتكون من فردتين مثلا كلمة shoes الحزاء برضو بيتكون من فردتين مش هينفع اقول a shoes لا هقول shoes على طول مثلا كلمة socks جورب اللي هو الشراب نفس الكلام مش هينفع اقول a socks لا هقول socks على طول دي جزئية برضو عايزت تاخد بالك ايه منها ودلوقتي هستخدم فعل تاني غير فعل have او هاز اللي انا لسه متكلمة عليه وهو فعل where where معناها يرتدي لو خدتوا بالكم ان where هي نفس نطق where اللي هي الquestion word او قدات الاستفهام اللي هي معناها اين w-h-e-r-e دي اسمها where ودي اسمها where لكن دي اسمها where ومعناها ايه يرتدي فممكن اقول مثلا I wear a dress انا ارتدي فستان I wear a trousers برفو عليكم اوعد حط قبل trowsers A لان هي ايه جامعة بنعملها معاملة الجامعة فهقول I wear trousers انا ارتدي بانطالون بيقول لي هنا هاني and hana are at ليوي انزانجمينز هاوس بيقول لي هاني وهنا are بيكونوا بيكونوا فين موجودين فين موجودين في منزل ليوي اند زانجمين واحنا لسه قيلين ان الاس دي اس الملكية بتخلي الشيء اللي جاي بعدها او الاسم اللي جاي بعدها ملك الاسم اللي جاي قبلها يعني كلمة هاوس معناها منزل يبقى المنزل ده منزل مين برافو عليكم منزل ليوي وزانجمين وكلمة again معناها مرة اخرى يبقى هاني وهنا or at ليوي اند زانجمينز هاوس اجان يعني هم موجودين في منزل ليوي وزانجمين مرة تانية they drink هم بيشربوا chinese tea شاي صيني and eat وبياكلوا fortune cookies بس كويت الحظ from china اللي هو من الصين they are very happy هم سعداء جدا بعد كده في الدرس التالت برضو مديني مجموعة من food and drinks الاطعمة والمشروبات اول كلمة معايا هي كلمة full طبعا معناها بيدل عليها وهو الفول اللي احنا يكون لنا بناكلوا بعد كده كلمة طعمية ومعناها فلافل او ممكن نقولها فلافل لكن ممكن تسهيلة للنطق نقولها full and falafel بعد كده عندي كلمة خبز معناها bread واخدناها كتير قبل كده bread شاي معناها tea ولسه قيلنها شاي tea مشروب شوكولاتة ساخن معناها hot chocolate hot chocolate hot chocolate ال c وال h هنا انطقهم hot chocolate بعد كده عندي كلمة لبن معناها milk milk شعرية اللي هي noodles 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 الكعك دون اسمه muffin 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 لو خدتوا بالكم ان برضو دي تعتبر انواع من الاطعمة والمشروبات ولو لاحظتوا برضو ان الحاجات دي احنا بنا ناكلها في الاوقات العادية بالذات في وجبة الافطار او على وجبة الافطار وبالتالي انا هسأل السؤال ده what do you have for breakfast what do you have for breakfast يعني ايه what do you have for breakfast يعني ماذا تتناول على وجبة الافطار يا طرى انت من الناس اللي بتحب الفطار المحترم اللي بيشبع الفول والطعمية اللي هو الفول والفلافل ولا يا طرى انت بتحب الفطار المتدلع شوية مثلا زي الموفن ومثلا تاخد معاه hot chocolate ولا بتحب مثلا تفطر noodles يا طرى انت بتحب تفطر ايه what do you have for breakfast ماذا تتناول على وجبة الافطار فممكن مثلا اقول for breakfast على الافطار I have انا اتناول full and falafel full وفلافل او full وطعمية طب ليه ميس هنا جاوبت باي طبيعي جدا لان انا بسأل وبقول what do you you معناها انت بكلمك انت وبقولك انت بتاكل ايه على الفطار فاكيد اكيد وانت بتجاوب هتقول لي I I have كذا I have وبعد كده الحاجة اللي انا بقولها طب يا ميس هل السؤال ده مقتصر بس على الفاعل you هقولك لا طبعا انت ممكن تشيل الفاعل واتغيره زي ما انت عايز ممكن تقول he ممكن تقول she ممكن تقول they ممكن تقول احمد ممكن تقول مونة ممكن تقول الفاعل اللي انت عايزه لكن خلي بالك ان الفاعل بتاعك لو مفرد في الحالة دي مش هتقول do في الحالة دي هتغير الفعل المساعد او auxiliary verb اللي هو do وهتحط does وهي دي الجزئية المهمة جدا اللي انت لازم ان تاخد بالك منها لو خدت بالك السؤال اللي بعده بيقولك what does your family have for breakfast لو خدت بالك هنا انا شلت do وحطت does طب ليه برافو عليكم عشان الفاعل عندي اتغير بدل ما كنت ايلى you انا قلت your family و your family معناها عائلتك وكلمة عائلة تعتبر مفرد اوعد استغرب بالرغم ان العائلة او العيلة بيبقى فيها افراد كتيرة لكن في اللغة الانجليزية احنا بنعملها معاملة المفرد وطالما الفاعل بتاعي مفرد في الحالة دي لازم ان تقول does مش هتقول do يبقى انت ممكن تقول what do you have for breakfast what do we have for breakfast what do they have for breakfast طالما الفاعل اللي عندك جمع استخدم do لكن الفاعل اللي عندك لو مفرد يعني مثلا لو قلت he فبالتالي هقول what does he have for breakfast what does she have for breakfast what does your family have for breakfast طيب عشان اجاوب هقول ايه زي ما عملنا في السؤال الاول طبعا بكنسل ال question word وبكنسل الفاعل المساعد فوق اليو نزلتها في الاجابة لاي طب your family دي هتنزل في الاجابة لاي هنزلها في الاجابة ل my family لان انا بسألك وبقول لك ماذا تتناول عائلتك على وجبة الافطار فهتقول لي عائلتي تتناول كذا يبقى you ور في السؤال بنحولها لماي في الاجابة فهقول my family عائلتي وهنا في غلطة المفروض دي ما تبقاش have طب ليه لان احنا لسه قيلين ان انا مش دايما بقول have انا ساعد بقول has طب امت بقول has لو الفاعل اللي عندي مفرد وانا لسه قيلة ان كلمة family بنعملها معاملة المفرد فهقول my family عائلتي has بتتناول milk and muffins لبن وكمان كعكل ايه الموفن يبقى كده احنا خدنا سؤال what do you have for breakfast عرفنا ان انا ممكن اشيل اليو وحط اي فاعل لكن خد بالك الفاعل دوا لو مفرد هقول does ولو الفاعل ده جمع هقول to خلي بالك برضو وانت بتجاوب لو لقيت الفاعل اللي عندك مفرد في الحالة دي مش هتحط have هتحط ايه has بعد كده listen for او الدرس الرابع بيتكلملي على المواد الدراسية school subjects اول مادة عندي هي مادة الانجليش طبعا لازم ان نبدأ بيها English English اللي هي اللغة الانجليزية English اللغة الالمانية معناها German German اللغة العربية معناها Arabic 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 العلوم معناها Science 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 الرياضيات معناها Math 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 ال-T وال-H هنا انطقهم THA الجغرافيا معناها Geography Geography ال-P وال-H هنا بيتنطقوا فا الدراسات الاجتماعية معناها Social Studies Social Studies Social Studies الرسم معناه Art Art اكتشف Discover 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 القراءة Reading Reading الكتابة Writing 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 هكتفي بالقدر دوا النهاردة نذاكر اللي احنا اخدناه النهاردة كويس جدا 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 ونستعد ان شاء الله للفيديو الجاي اللي هنخلص فيه الوحدة خالص خالص اتمنى بقى لما اشتركش في القناة ينزل دلوقتي يدوس على السابسكرايب ويدوس على اختيار الكل عشان يوصل لكم اشعار بأي فيديو انا ازلوه اشوفكم على خير وسلام عليكم